موسيقى سنابل عجاف تقف معلنة عن كساد الزرع هنا منطقة خاصة المعروفة بعدد الكبير من صغر الفلاحين الذين يعدون بالألاف حالة الزرع هذه ليست نتيجة مرض ولكن لها علاقة بالماء ندرته أو توفره بشكل يزيد عن الحاجة خلقت هذا الوضع المتكرر هنا حسب الفلاحين كل سنة الضعف دي الزرع العام السبب دياله هو في الأول كان عنده قلة الماء ومن بعد جاء الماء يعني ما لقاهش ناتج بدك شكل اللي يكون في الوقت اللي يطلع الزرع يعني تدريجيا بقى واقف بلاسه وتعرض للضعف وما جابش الله تيسير يعني جاء فأخاوي السبب الأساسي في المشكل هو انسيد ذو مجرى المياه كان هنا منذ ستينيات القرن الماضي هنا تبدو أثاره منغلقا بالطين الجاف رغم أنه كان يلعب هنا دورا في إخراج الماء الزائد من الأرض وبالتالي يجنب الزرع من الغرق والسقي المفرط طبيعة الأرض منخفضة وهي ما تؤدي إلى غرق الأراضي فلاحية انتهى طالة الأمطار طرحوا الناس اللي هم مسؤولين هنا يودك شي طرحوا مع الناس اللي مسؤولين بالسبب ديال هذا المخرج المسلك ديال الماء اللي كان منذ الاستعمار والآن داتر ما بقاش بقاش إلاب بالمشكلة لجات الفيضانات كتتكرفس هذه المنطقة بالنسبة للزراعته وكتكرفس بالنسبة للمواشي كذلك تنجيبوا الفيزوز تنحشوه تنيبسوه تنعودوا الباليوه تنديوه للأبقار والأغنام ما ترجعوا الشيصة يرضي لنا ما ترجعش سفي هذا البال تتخسر الزراع تتخسر الأسميدة تتخسر اللينغريم ملحة كل شي سدي هذا البال سفي ران تخاسر فيه شهريه تقريبا إلى زمرات ولا تلاتها وشي اللي كان الفلاحون سبقوا أن عرضوا الإشكال على مسؤولين ومنتخبين لكنهم يقولون أنه لا أحد تجاوب معهم على الرغم من الوعد بحل هذه الإشكال وفتح مجرى المياه من جديد كي يتجاوز الفلاح كسعدة جرعه تقولوا لنا غادي تصايب على هذا الميل فغادي ندرسوه ونجيبوه ونصاوبو لكم وغير تنجح سافي تيبشي بحالته هذه المنطقة ديان خاخصارة مأترق المصالح ديال الفلاحة المصالح ديال الفلاحة أو ما رأس لهم واخر نحن نجي ونشوف ما تيجي تشي واحد تشي مسؤول ما تيشوف هذه المنطقة ديان خاخصة وهذه المنطقة ديان خاخصة تتكون من ربع الدواور من الساكنية ونخاخصة ولد وجيه العبابدة ربع هالدواور مرتين بعض حقوق منطقة زماء إنقاذها ولكن تكرر هذا الإشكال هنا يدق ناقص الخطر خصوصا وأن الفلاحة هي المورد الأساس للساكنية هنا ومتى ما تأثرت تأثر معها استقرار الفلاح المحتاج إلى السند كي يستمر في العطاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة